كشف سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحبر وزير الإسكان أن نسبة الإنجاز بوحدات مشروع الحجيات الإسكاني والبالغ عددها 142 وحدة سكانية قد بلغت 51% وشار الحمر إلى أن الوزارة ستشرع في بناء 160 شقة تمليك مقررة بالمشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري وقال الوزير خلال جولة تفقد بالمشروع أن وزارة الإسكان ملتزمة بالإسراع في تنفيذ وحدات وشقق مشروع الحجيات الإسكاني المدرج ضمن أحد مشاريع برنامج عمل الحكومة منوها إلى مضي الوزارة بحسب الخطة الزمنية بإنجاز 25 ألف وحدة سكانية موزعة في المحافظات الأربع خلال الأربع سنوات بدءا من العام الماضي وحتى 2018 المنبثقة عن التوجه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكانية وأكد الوزير أن مشروع الحجيات الإسكاني سيساهم في تقليص الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بالمحافظة الجنوبية وكذا حرص الوزارة على متابعة كل مراحل المشروع وفاد بأنه من المقرر أن يدرج هذا المشروع ضمن برنامج التوزيعات فور أكتمال نسب الإنجاز حيث ستقوم الوزارة باستدعاء المستفيدين من المشروع لإجراء عمليات السحب الإلكتروني على المخطط العام للوحدات على أن يتم تسليمها فور أكتمال نسب الإنجاز ترجمة نانسي قنقر